الآية الأربعون بعد البسملة من سورة الحج جاء فيها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إنها سنة التدافع هذا الذي يتحدثون عنه في أيامنا ما يصطلح عليه بصدام الحضارات وقد يعبر عنه بصراع الحضارات هذا هو صدام الحضارات ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فتارة يعلو هذا الطرف وأخرى يذهب نازلا هابطا فيعلو ذلك الذي يجلس في الحاشية ويذهب الذي كان جالسا في المتن إنها عملية سوط القدر كما وصفتها الروايات والأحاديث حتى يعود أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إنها النظرية القائلة بدورات الحضارات المتشابهة لا أريد أن أخوض في هذا التفصيل المقام لا يسع لذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الذي يظهر على خشبة المسرح هو التدافع التصادم لكن الذي في الكواليس هو هذا المحافظة على هذه الصوامع والبيع والصلوات والمساجد حيث يذكر فيها اسم الله كثيرا دقق النظر في تعبير الآية ما قالت الآية يذكر فيها الله كثيرا قالت يذكر فيها اسم الله كثيرا اسم الله من إنه الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ألا تتلمسون من أن كل المؤسسات الدينية في زماننا هذا بدأت تبحث عن مستقبل العالم وعن الأيام القادمة الموعودة كما يسمونها كل بحسبه كل على هواه وكل حزب بما لديهم فرحون مثل ما نحن فرحون بما عندنا الآخرون فرحون بما عندهم لا أريد الخوض في هذه التفاصيل الآية الآية واضحة يذكر فيها اسم الله كثيرا ما قالت الآية يذكر فيها الله كثيرا على أي حال أنا لا أريد أن أذهب في تفاصيل كل آية أتلوها عليكم نحن في جولة سريعة لآيات تشتمل على هذا المضمون فيها صورة على خشبة المسرح وصورة في كواليس مسرح التقدير إنني أتحدث عن مسرح التقدير ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد هذا التدافع وهذا التصادم بين الحضارات بين الأمم وبين الشعوب يبدو على خشبة مسرح التقدير ليس مريحا لكن في الكواليس هناك وهناك من الأسرار والتفاصيل الآية تتحدث عن هذه الحقيقة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز النصر في آخر الأمر سيكون لاسم الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إنها الجهة التي تتزين بسم الله هذه الجهة التي ستكون منصورة من قبل الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر